نفت هيئة المعابر بقطع غزة مزعم إسرائيل بيعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطع أمام إدخال المساعدات خلافا ما أعلنته إسرائيل في وقت سابقا هذا وأغلقت قوات الاحتلال معبر كرم أبو سالم فيما لا يزال تسيطر على الجانب الفلسطيني من بعبر رفح البري ما أدى لتوقف حركة السفر ودخول المساعدات الإنسانية للقطع كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن معبر بيت حنون يعمل على إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية وهو ما تم نقله عن وكالة الأونروا ومن جانبه طالب البيت الأبيض إسرائيل بفتح المعابر مع قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية للقطع